اهلا بيكو في كايرو جاردن النهاردة حنجاوب على سؤال حد سأله لنا في الكومنتز بس قبل ما نبدأ لو انت اول مرة تتفرج على فيديوهات كايرو جاردن احنا القناة بنشجع على الزراعة في المنزل دوس على زرار سبسكرايب علشان تشترك وتشوف كل فيديوهاتنا الجديدة عبدو بعت ميسج بيقول انا عندي بلكونة وعايز اخلي بلكونة بتاعتي زي البلكونة بتاعتك طبعا اصده ان البلكونة تتحول ان هي تبقى فيها زرعة بس السؤال هو ازاي علشان تحول بلكونتك من بلكونة فاضية زي البلكونة اللي في الصورة دي لبلكونة فيها زرع وزهور في كذا خطوة تابع الفيديو الغاية الاخر عشان تعرف الموضوع مش بيبقى خطوة واحدة بيبقى مجموعة من الخطوات انا بدأت زراعة في بلكونتي من اكتر من سنتين وزاي ما انتوا شايفين في الصور في حاجات نجحت وفي حاجات فشلت انا هحاول انقلك كل اللي تعلمتوا مع تجربتي في الزراعة في مصر في البلكونة في الفيديو ده اول سؤال لازم تسأله لنفسك هو الشمس فين في البلكونة ممكن حد يسألني دلوقتي ليه سؤال الشمس فين ده مهم ده السؤال اللطيف انا حبي جدا ليه يسألني لو عندك شمس في البلكونة محتاج تتابع حركة الشمس من اول ما بتطلع الصبح الغايد بالليل حط نباتات الشمس في اكتر مكان في شمس في البلكونة ونباتات الضل في الضل في البلكونة لو هتزرع خضرات لازم تعرف ان الخضرات بتحتاج شمس مباشرة لعلى اقل 6 ساعات في اليوم وجو يكون معتدل ده معناه ان انت بتختار النبات على حسب الجو عندك في البلكونة مش العكس اول غلطة غلطتها في البلكونة عندي اني كنت بشتري النبات اللي يعجبني مش النبات المناسب للجو عندي في البلكونة علشان تلاقي النبات المناسب محتاج تدور على الانترنت ولازم تذاكر كل حاجة عن النبات اللي هتجيبه كأن عندك امتحان زارعة من زارعة بفتكر القراءة من اولها عشان اوصل للكلمة المليلة اهم ثلاث حاجات لازم تعرفهم عن النبات اللي هتجيبه هي بيحتاج قد ايه مية التربة بتاعت نوعها ايه شمس ولا ضل الثلاث حاجات دي هتساعدك تعرف تحط النبات بتاعك فين في البلكونة بتاعتك ويفضل لو لسه بتبدأ ما تبدأش من البزور ابدأ من نباتات صغيرة اتمنى يكون ساعدتكم النهاردة ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير واشترك او سبسكرايب علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بتاعتنا وسؤال النهاردة هو تحب تزرع خضروات ولا ظهور عندك في البلكونة لو الجو مناسب اكتب الرد في الكومنت شكرا وشوفكم في الحلقة الجاية من كايرو جاردن مع السلامة